استاذ نوها تتفضل? استاذ نوها. الو. اتفضلي. لو سمحت انا عاوز فضيلة الشيخ. انا مع حضرتك او يا فاندي. لو سمحت انا عاوز اسألك سوال. اتفضلي. انا مبعرفش اقول التحيات. خالص. خالص محفظتهاش. لا مش حافظه. ولي اسأل تاني بس مش هرد اه ما تردش عليها لبعد ما اقفل. حاط. انا ما جيت اصلي في الجامع لقيت اه واحدة انسة بتقول اللي ما ينفعش انت تصلي لما تلبس شراب. طيب. عندك ده في عذر لي او ولا كده غلط. طيب اجابة على حضرتك. السؤال اللي اولاني حضرتك بتقولي انا مش حافظة التحيات. لو انك انت مش حافظة التحيات فيه اجرائين. اول حاجة سجلي خدي تراك من على الكمبيوتر او اسمع التحيات مرات 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 لغاية ما تحفظيها. ولغاية ما تعملي ده سبحي وهللي وكبري. وان شاء الله ده يقوم مقام التحيات لغاية ما تحفظي التحيات. لغاية ما تحفظي التحيات. لكن لا تتوقفي عن الصلاة. التحيات بالاساس ذكر. التحيات بالاساس ذكر. فلو كنت انت مش حافظة. محدش يقولك توقفي عن الصلاة لغاية ما تحفظي التحيات. لا قولي لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله افعلي كل ده في وقت جلوسك للتحيات وصلي على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم صلي على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة وصلي على آل بيت رسول الله عليه وسلم قولي أشهد أن لا الطريقة اللي بقولها لك وبرشحها لك حلوة تقولي أشهد أن لا إلا الله أن سيدنا محمد رسول الله وبعد كده تعملي إيبا تصلي على حضرة النبي وعلى آله كما صليت على سيدنا إبراهيم وبس لو فعلت هذا يتحقق لك الأمر ده لكن عشان تحفظي التحيات كما هي يبقى تعملي اللي أنا قلت لحدك تحفظي تسمعها التحيات كتير 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 وفي نفس الوقت تسبحي وتصلي على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم السؤال التاني بتاع حضرتك هو أن أنت لما دخلت تصلي كانت وش رجلك مكشوف هل صلاتك دي كانت صحيحة صحيحة على ما جرى عليه الفتوى من ماذا بالسادة الملكية بأن صلاتك ستكون صحيحة وإن شاء الله ربنا يتقبل يا حجانه